من رأم الله ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الحفيظ جعوان عبد الحفيظ أهلا بك تطورات طبعا مستمرة ومتساعدة أيضا في مناطق كثيرة من الضفة الغربية ما هي آخر هذه المستجدات؟ نعم على صعيد عمليات الاعتقال التي كانت الأبرز هذه ليلة واصل إسرائيل هذه السياسة منذ 7 أكتوبر بشكل مكثف ليليا هناك اعتقال للعشرات من الفلسطينيين مصادر فلسطينية تتحدث عن 2000 معتقل تقريبا منذ السابع من أكتوبر حتى يومنا الحالي بعضهم خرج ويحول إلى الحبس المنزلي والآخر ما زال في السجون الإسرائيلية أبرز عمليات الاعتقال هذه الليلة كانت في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل وفي بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل إضافة لمختلف مناطق الفلسطينية ولكن أبرز تلك الاعتقالات كانت في تلك المناطق لأنها كانت اعتقالات جماعية في بعض الأحيان إسرائيل تشن حملات اعتقال وليس اعتقالات فردية تقوم باعتقال عدد كبير من سكان المنطقة أو سكان الحي تجري معهم تحقيقات ميدانية وتخرج بعضهم وتبقي على بعضهم اللافت في عمليات الاعتقال هذه أصبح هو إهانة بعض المعتقلين وامتهان الكرامة التي يمارسها الجنود الإسرائيليين وتحديدا شهدنا تطور لافت هذا الصباح بكتابة شعارات على رؤوسهم وعلى وجوههم وتصويرهم خلف الأعلام الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي شهدنا عدة حالات مشابهة ولكن كان الجنود يسغلون أغاني تخص الحيوانات أو يجبرون الأسرة على الرقص أو الغناء أو الهتاف لدولة إسرائيل اليوم صاروا يكتبون عليهم بعض الشعارات التي تخص ديانة اليهودية وتخص الجيش الإسرائيلي ويصورونهم خلف الأعلام ويقومون بنشر هذه الصور على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعتقل نفسه لأنهم يجبرونه على فتح هاتفه ويقومون بنشر هذه الصور على صفحته الشخصية هذا أمر أيضا لافت وكان هناك دعوات من مؤسسات حقوقية للضغط على إسرائيل لوقف هذا الأمر لأن في ذلك انتهاك لكافة القوانين والمواثيق الدولية الخاصة بشأن الاعتقال هذا يضاف أيضا للتعذيب رأينا أو تبعنا تسجيلات مصورة تظهر بشكل واضح التعذيب والضرب هي مستمرة أيضا هذه الانتهاكات البارحة كان هناك شهادات مروعة للعمال قطاع غزة الذين كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر العمال تحدثوا أن الجنود ضربوهم وقاموا بتعريتهم بل وبالوا على بعضهم في ممارسات غير مسبوقة يكون بها الجنود الإسرائيليون بعض مشاهد الفيديو أيضا خرجت تظهر حجم التعذيب وحجم التنكيل الذي يتعرض له هؤلاء الأسرة في السجون الإسرائيلية أو خلال عملية الاعتقال أو التحقيق معهم داخل المعتقلات الإسرائيلية فيما يتعلق بموضوع الاشتباكات أيضا والاقتحامات يعني غير موضوع التنفيذ هذه حملة الاعتقالات في أي المناطق تتركز وكيف هي الأوضاع الآن في هذه الساعة الأوضاع في هذه الساعة هادئة الآن هناك فقط حواجز مشددة على مداخل المدن عمليات تفتيش هذا أصبح معتادا منذ السابع من أكتوبر ومكثف بشكل كبير حتى أن بعض الكرة والمداخل مغلقة بشكل كامل وإما بالمكعبات الإسمنتية أو بالبوابات ويمكن أن نذكر هنا ما حدث الصباح اليوم في قرية نعلين مثلا غار برام الله أغلقت القرية بشكل كامل ووضع الجيش الإسرائيلي لافت على مدخل القرية قال لن تفتح القرية إلا عندما تزيل أعلام حماس من داخل هذه القرية لأن هناك شبان يقومون برفع أعلام حماس كل ليلة داخل القرية وبالتالي الجيش الإسرائيلي قام بإغلاقها بشكل كامل وقال أنها لن تفتح إلا بعد إزالة هذه الأعلام الاشتباكات أصبحت تتسع شيئا فشيئا معظم الاقتحامات الإسرائيلية التي أصبحت تستهدف المدن والبلدات الفلسطينية الكبيرة أصبحت أيضا تصاحب باشتباكات مسلحة لأن عدد المقاتلين الذين ينضمون أو الذين يشاهدون ما يجري في قطاع غزة يقومون بإطلاق النار على القوات الإسرائيلية التي تقتحم هذه المدن والبلدات أبرز هذه الاشتباكات كانت الليلة في مدينة نابلس ومخيم بلاطة إلى الجنوب من المدينة وأيضا في بلدة جبع جنوب مدينة جنين أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات سنتابع معك دائما كل التطورات من رمالله كنت معنا مراسل حدث عبد الحفيظة جعوان شكرا لك